بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فتوا فيعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمدنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يتهزئون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبطارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لتم له برادقين وإن من شيء إلا عندنا خذائم وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأصيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نسي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من خلقان من حمأ مسنون ولجاء أن خلقناه من قبل من نار السمون وإن قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من خلقان من حمأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر قلقته من صلصان من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعمة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المطلصين قال هذا قراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعيدهم أجمعين لها سبعة ألواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها لطب وما هم منها بمقردين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمندوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط للمرتلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل بئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أجبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامدوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن نجابر هؤلاء مقطوع مصبقين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيتي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناك إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإننا لسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مغرضين وكانوا ينختون من الزبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكتبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصطح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتتمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصبع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهدئين الذين يجعلون من الله إلها آخر فتوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فتبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة